بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم صراحة المرسلين نواصل شرطة 4 lecture 4 6 شوفوا اللي هو كبير تحديد التحديد السنترويد باستخدام التكامل طبعا لو دك جيب التكامل السنترويد بالنسبة لمساحة معينة هذه المساحة محددة برسمة بيانية مثلاً هذه هي المساحة محددة بهذا الرسمة البيانية المحددة عنده باستخدام التكامل معدقتها فأقول لك نستخدم اللي هو الانتقرة التكامل QY تساوي X بار A وتساوي لاحظ هنا نقول التكامل X دي نفس الشيء بالنسبة للQX نشوف هنا يقول لك أنه الألمنت هنا ناخد الألمنت عنصر معين نقول أنه مساحة دي هو يقول لك أنه حيكون small rectangle هذا small rectangle ليه هنا طول هنا DX وارتفاعه DY حتكون مساحة X لاحظ هنا في نفس المعادلة اللي عارفينها دي A حتكون التكامل تبعاش DX DY لأن هذه هي المساحة فهو يعطيك هذا التعريف هنا ال Y EL ال X بار EL اللي هو element ال Y بار element إذن ممكن نقول أنه QY تساوي هذا QX تساوي Y بار DA حلّا ودينا نشوف كيف ممكن نحدد ال X EL وال Y بار EL ال X بار EL ال Y بار EL حلّا وفي عندنا differential elements لاحظ هنا حيكون vertical على شكل وفاقي كيف ممكن نجيب له اللي هو ال X EL وال DE أو ال Y EL أولا ودنا نجيب المساحة هذا قداش العرض تبعه هو DX differential element وقدياش الطول تبعه يساوي ال Y إذن المساحة تساوي Y DX ضرب النثنين طول في العرض طب كيف نجيب ال Y ال X EL لاحظ ال X EL هذه تبعد مسافة X من السنتر الموجود هنا وال Y EL هذه ما هي إلا نصف طول هذا كله اللي هو أصلا Y إذن Y قسمة إذن إذن إذا ودي أجيب Q Y فX EL هذه وال DEA موجود عندي هنا إذن يكفي بس أن نجيب نتيجة التكامل هنا ونقدر بعدين نجيب ال X bar وال Y bar هنا عندنا الأليمنت لكنه على الشكل هوريزونتل لاحظ هنا كيف نجيب D A هذه المسافة كم تساوي هذه المسافة تساوي ال A هذه المسافة المسافة الكلية ناقص هذه صح إذن تساوي A minus X طب نصها هنا كم يساوي يساوي A minus X على A 2 صح لاحظ هنا هذا المستطيل الموجود عندي هنا قداش طوله A minus X وقداش العرض تبعه هو هذه ال D Y إذن هذه المساحة جبنها يبقى لي أجيب X EL X EL X تساوي هذه A minus X على A 2 زايد X هذا يبعد هذه X EL تبعد هذه المساحة إذن تجمع هذه X زايد A minus X على A 2 تعطي A plus X على 2 Y EL X تساوي ال Y مباشرة إذن عوض بهم هنا استخدام التكامل تجد السنترويد المطمئ منك سواء X أو Y السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا وبركاته